السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هعمل معيكم الاسبونش كيك بالشوكولاتة. وهعمله كمان باضافة المحسن. اه محسن الكيك. انا قبل كده كنت عاملة معيكم الاسبونش بدون بيكنج بودر وبدون محسن. بس احبيت اقدم لكم الطريقة دي علشان الناس اللي بتحب تحط المحسن بتاع الكيك على الاسبونش بتاعها برضو بيكون حلو النتيجة واحدة. معي هنا اول حاجة رشة صغيرة خالص من الملح. ومعلقة صغيرة بس تكون مليانة من المحسن الكيك اللي هو الجل. ومعي معلقة صغيرة من الفانيليا. انا هنا بستخدم الفانيليا البودر لو عندك الفانيليا السيلة. حتي برضو منها حبة. وهنا معي ربع كباية من الزيت. وربع كباية من الكاكاو الخام. انا هنا بستخدم الكاكاو دوت نوعه. الكاكاو الاسباني. بيكون آآ طعمه حلو جدا وبيدي تأثير حلو للكيك بتاعنا. وبالنسبة للبيض معي هنا تسعى بضوط بدرجة حرارة المطبخ. انا فصلت البيض لوحده والصفار لوحده. واحنا بنفسل البيض نخلي بلنا بس عشان الصفار ما يجيش على البيض. ومعي هنا كباية وربع من الدقيق. الدقيق دوت يكون دقيق حلويات. واهم حاجة يكون منخول كويس جدا. طبعا بالنسبة للدقيق والكاكاو هيكونوا كباية ونصف. انا هنا مستخدمة كباية وربع من الدقيق وربع كباية من الكاكاو. وبالنسبة للسكر معي هنا كباية ونصف من السكر البودر. بالنسبة بقى للدقيق والسكر والكاكاو. اهم حاجة ننخلهم كويس جدا. علشان يدونا تأثير كويس على الاسبونش بتاعنا. والمكونات بتاعتنا ما يكونش فيها اي تكتلات او دقيق يكون ماسك في بعضه. حبتدي بقى اول حاجة اعملها. هجيب بولة تكون واسعة. وهحط فيها كباية وربع من الدقيق. وهحط عليهم ربع كباية الكاكاو الخام. وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وتأكد ان الدقيق والكاكاو تقلبوا مع بعض. عشان يكونوا جاهزين اجي احطهم على الاسبونش بتاعي. ما يكونش طبعا كل حاجة كده لوحدها. اهو زي ما انتم ما شايفين قلبتهم كويس جدا مع بعض. ودلوقتي بقى هبتدي اضرب البيت بتاعي. هجهز المضرب. وهتأكد ان هو ناشفون ديف ما فيوش اي حاجة. هحط فيه البياد بتوع التسعة بضط. طبعا انا هضرب البياد الاول بعد ما حطيت البياد هحط عليه رشة الملح. وهنا رشة الملح مهمة جدا. علشان ما تخليش البياد بتاعي يفصل وينزل الماء بتاعته. حيتضرب معي وقت من خمس دقايق لسبع دقايق لحد ما يوصل للكوام المزبوط. انا هنا عليت المضرب بتاعي على اعلى سرعة. وحبتدي بقى اضرب البيت. طبعا الفن بتاعه بيبتدي يعلى. ويديني لون كده ابيض. هكمل ضرب فيه لان هو ليست كده ما وصلش للقوام المزبوط. انا عايزي يوصل لقوام زي كوام الكريم شنطيه. ولو جيت حركت البولة. آآ ما يتحركش معي. كده خلاص هو بقى تمام جدا. هوقف بقى ضرب فيه. زي ما قلت لكم ما نضربهوش اكتر من كده. اول ما يوصل للمرحلة دي. نوقف ضرب فيه. علشان ما يفصلش ويجيب المياه بتاعته. هحرك قدامكم البولة اهي. شايفين البياد متماسك ما تحركش خالص. هفضي بقى البياد دوت في بولة هتأكد ان هي نظيفة ونشفة. وبعد كده والمضرب زي ما هو كده مش هخصله ولا اي حاجة. هبتدي اضرب صفار البيت. ده تسعة صفار بيد. هضربهم هحط عليهم رشة الفانيليا او المعلقة الصغيرة من الفانيليا. هبتدي بقى اضربهم بس هنا مش هعلي السرعة بتاعة المضرب. انا هخلي المضرب بتاعي على اهدى سرعة. لان انا دلوقتي دفت الفانيليا وعايزاها تضوب بالروحة كده مع الصفار البيت. علشان تضيع لي الصفارة بتاعت البيت. وبعد كده. والمضرب على اهدى سرعة. هبتدي اضيف السكر البودر بتاعي. كبية ونص سكر البودرة. هضيفهم على تلات مراحل. ما يحطهوش كل مرة واحدة. بعد ما اتأكد ان اول حبة كده بتادوا يضوبوا مع صفار البيت. هبتدي اضيف كمان حبة من السكر البودرة. اهو بالمنظر ده كده. طبعا الخطوات نعملها بالروحة وما نستعجلش عشان ناخد الاسبونش بتاعنا يكون ناجح كده وعالي وهش ولما تيجي تعمليه في التورتاية هيكون ناعم جدا حتى مش هتحتاجي ان انتي تسقيه. كده خلاص ضفت السكر على تلات مراحل. زي ما انتم ما شايفين انا قربت الكاميرا عشان تشوفوا ان السكر بتاعي ابتدى يضوب مع الصفار البيت. دلوقتي حطيت المحسن. انا ليه حطيت المحسن بعد السكر مداب لان المحسن اوام بيخلي البيت بتاعي يتقل ولونه يفتح. انا كده رجعت الكاميرا تاني عشان الصورة برضو تكون واضحة. انا خلاص ضفت المحسن بعد السكر مداب مع صفار البيت. هكمل ضرب فيه حوالي اربع دقايق. هيبتدي بقى الصفار بتاعي هيفتحه خالص. والمحسن بيخلي صفار البيت يتقل شوية. بس بيديني تأثير حلو جدا. وبيديني اسبونش كيك ناجح وجميل وهش. هكمل ضرب فيه زي ما قلت لكم. اربع دقايق كمان. ما استعجلش عليه. طبعا بعلي السرعة بتاعت المضرب على اعلى سرعة. آآ بعد ما هيبتدي يديني الكوام الكريمي دوت ولون فاتح. هوقف ضرب فيه. وحبتدي بقى اكمل بقية الاسبونش بتاعي. شايفين طبعا ده صفار البيت بس. لسه محطتش البيض. كوامه تقيل جدا. حطيت ده دلوقتي عليه بيض البيض اللي انا ضربته. هبتدي اضيف ربع كباية ازيت. هضيفها دلوقتي على مرتين. احط كده المكونات بالراحة علشان الفون بتاع البيض طبعا شايفين الفون بتاعه عالي جدا. مش عايزها يهبط مني. هضيف بقية ربع كباية ازيت على تاني مرة. وبعد كده هبتدي اقلب بالراحة خالص. المرحلة دي بأكد عليكم. احنا بنقلب نقلب بالراحة ومن تحت الفوق ما نستعجلش. هنضيع تعبنا لو قلبنا بسرعة. ادي الدي اللي انا قلبت عليه الكاكاو. هحطه كده بالراحة. برضو ما ديفش دقيق كله مرة واحدة عشان ما ينزلش بتقلو كده ويطلع الهواء اللي جوه البيض. هقلب بقى بالراحة من تحت الفوق لحد ما تأكد ان الدقيق والكاكاو بدأوا يتقلبوا كده مع البيض. هضيف كمان حبة. ما نضيفش الكمية كلها مرة واحدة. وبالراحة بأكد عليكم الخطوة دي من سر نجاح الاسبونش. قلبي بالراحة جدا ومن تحت الفوق وانتي بتقلبي حاولي ترفعي ايدك كده على فوق. علشان تساعدي البيض بتاعك ان هو يدخل له هوا. احنا مش عايزين نخرج الهوا بتاعه. احنا بال بالعكس عايزين ندخل له هوا. هكمل تقليب بقى كده. بالراحة من تحت الفوق وارفع ايدي وانا بقلب. علشان الهوا يدخل جوه البيض. وبعد كده هبتدي اضيف بقية كمية ال دقيق والكاكاو بتوعي. خلاص هضيف اخر حبة كلهم مرة واحدة. وحبتدي اقلب بنفس الطريقة. ما استعجلش. اهم حاجة بأكد عليكم. الخطوة دي مهمة ما تستعجليش في التقليب لو قلبتي بسرعة. هتخرج الهوا اللي جوه البيض. وحتى طلعي ازبونش يكون مش عالي. وهيهبط منك بسرعة. فنقلب بالراحة. انا هنا بأكد على الخطوة. نقلب بالراحة ومن تحت الفوق. ونتأكد ان الديق والكاكاو بتوعنا دابه مع البيض. كده خلاص انا قلبتهم وزي ما انتم شايفين اهم حافظ على الكوام بتاعه عالي. شايفين بقى عايز اقول لكم بجد كوام الاسبونش بتاعي في منتهى الجمال. دلوقتي حضرت صانية مقاس اربعة وعشرين. وبطنتها كده بورق الزبدة. لو انت حابة تعمليها في صانية اصغر او اكبر براحتك خالص بس هي دي الصانية اللي انا بتعودة اعمل فيها. بتطلع لي الاسبونش بتاعي اربع طبقات وفي منتهى الجمال وهش وعالي وجميل جدا. هحضر بقى الفرن التاعي على درجة حرارة مية وسبعين. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش فرن بلتايمر تخليه اقل من المتوسط. هياخد معيك في الفرن من اربعين لخمسة واربعين دقيقة. ولو درجة حرارة الفرن بتاعتك مش مزبوطة. حطي بايريكس او اي صانية تكون فيها مية مغلية على الفرن من تحت. حيساعد البخار بتاع المية على تسويت الاسبونش بطريقة حلوة. خلاص كده الاسبونش بتاعي بعد ما استوى عد عليه حوالي خمسة واربعين دقيقة. وسبته كمان في الفرن لحد درجة الحرارة بتاعته ما هدية خالص ما ينفعش يطلع الكيك بتاعي. عشان ما يهبطش هو لسه سخنه واختبرته بخلة. تلعت الخلة نديفة معناها ان الاسبونش بتاعي ناجح واستوى الحمد لله. دلوقتي بقى هبتدي اشيل ورق الزبدة من عليه. بالراحة خالص كده ابتدي اشيلها. طبعا شايفين الاسبونش جميل جدا واسفنجي بمعنى الكلمة وعالي وفي منتهى الجمال. بعملوا معاكم اهو خطوة بخطوة عشان تتأكدوا من نجاحه. هشيل بس بقيت الورق اللي على الجناب بالشكل ده كده. شايفين بقى ادي الاسبونش بتاعي. عالي جميل جدا جدا. حقليب اهو معاكم على الجنب التاني عشان تشوفوه. شايفين مستوي من تحته من فوق وعالي جدا جدا شايفين العلو بتاعه قديه. ومن جوة مستوي طبعا هقطعه معاكم عشان تتأكدوا من تسوية الاسبونش بتاعي. ان شاء الله هتجربوه بنفس الطريقة طلبة منكم بس دعوة حلوة كده من قلبكم. وكم انت جميل زيكم عشان يشجعني اعمل لكم كل جديد. دلوقتي بس كنا المنشور. هبتدي اقطع الاسبونش بتاعي. انا هنا هقطع الاسبونش على اربع طبقات. هبتقطعي على تلاتة برحتك جدا بس هو طالع معي ما شاء الله عالي. فيستاهل ان انا اقطعه على اربع طبقات وهو عندي متوفر عندي كريم شونتي زيادة. فعادي جدا هقطعه على اربع طبقات. لو الكريم شونتي بتاعك مسلا مش عاملة كمية زيادة. ممكن تقطعيه على طبقتين على تلاتة على حسب الامكانيات اللي عندك. اهو ادي اول طبقة خلاص شلتها وبقطع تاني طبقة. بس اهم حاجة نقطع الطبقات آآ بطريقة تكون متساوية. شايفين تاني طبقة اهي. جميلة جدا. والتسوية بتاعته في منتهى الجمال. شايفين اهو مستوي ازاي? هكمل تقطيع في الطبقة الاخيرة دي. هقطعها على تنين. علشان كده يبقى انا قطعت الاسبونش بتاعي على اربع طبقات متساوية. وحورهم لكم برضو تاني. بالراحة كده بقى وانا بقطع ضغطة بايدي كده ضغطة خفيفة من فوق علشان الكيك بتاعي يطلع متساوي. شايفين الطبقة التالتة اهي. الطعطها طلعة متساوية. وآدي الطبقة الرابعة والاخيرة برضو حلوة جدا. هرجع بقية الطبقات. آدي الاولى والتانية وآدي التالتة. وآدي الربعة. شايفين الاسبونش بتاعي عالي وفي منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربوه بنفس الطريقة وحيعجبكم جدا. ما تنسونيش بقى لو الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وكمنت جميل زيكم. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة افادكم. وان شاء الله حاسب لكم اللينك بتاع الاسبونش آآ اللي هو بدون محسن وبدون بيكنج بودر. حاسب لكم اللينك بتاعه تحت فيه صندوق الوصف. وحاكتب لكم المأدير كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا